على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة وتجنب الصراع لأن حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في تصاعد مستمر وآخرها العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس ترام ضد طهران حرب تصريحات إعلامية بين واشنطن وطهران وعقوبات أمريكية تطال إيران بمقابل تهديدات بإغلاق مضيق هرمز وسط دعوات دولية للتهدئة وعدم الإنجرار إلى التسعيد في المنطقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات مالية قاسية على المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي واعتبر أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بالمقابل ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالحضر الأمريكي الجديد واصفا إياه بالخطوة الحمقاء والسخيفة والمثيرة للسخرية في حين أعلنت الخارجية الإيرانية إن إدارة ترامب تقوم بتدمير جميع الآليات الدولية القائمة للحفاظ على السلام والأمن في العالم معتبرا إن إجراءات الحضر الأمريكية الأخيرة أغلقت جميع الطرق الدبلوماسية إلى ذلك لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروفا إلى أن العقوبات الأمريكية على القيادات الإيرانية تشير إلى أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ ملوحا بأنه لا يمكن أن تتم التسوية بين إيران ودول الخليج إلا عبر الحوار يأتي ذلك بالتزامن مع جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منطقة الشرق الأوسط لتوحيد المواقف وبناء تحالف دولي جديد للعمل على الردع الاستباقي ومراقبة الملاحة البحرية بحسب أحد المسؤولين المرافقين لبومبيو في حين ردت القوى الأوروبية بتحفظ على خطط بومبيو لإنشاء تحالف دولي ضد إيران مشددة على أن أولوياتها تعود إلى تخفيف التوتر في المنطقة بعيدا عن الأزمات والحروب التي لا تولد سوى المآسي في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر